أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز التكامل بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية على كافة السعود في ظل ما يحظى به مسار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين من رعاية واهتمام من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بظهوم الله منوها سموه بما تمثله المملكة العربية السعودية من بيت جامع للجميع لدورها المحوري والفاعل تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة قال سموه إن مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من الثوابت الراسخة على مر التاريخ عزز ذلك مختلف المواقف الثابتة بين البلدين الشغيقين وما يجمعهما من أهداف مشتركة ومصير واحد إزاء مختلف التحديات وستواصل المملكتين بإذن الله الحفاظ على هذا الإرث الأصيل المتوارث من الأجداد والأباء والأخذ بها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك بما يحكس التطلعات المنشودة ويحقق المصالح المشتركة التي تصب في صالح نماء وازدهار البلدين وشعبيهما الشغيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصة صافرية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألسعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسبق الخيل والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين وعدد من كبار المسؤولين حيث نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس وزراء تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كما حمله السموه نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبه سموه من حرص واهتمام بمواصلة ترسيخ العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مدوبة غداء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له اشتركوا في القناة